الاختصاصات التقليدية امتاع المحكمة الإدارية في تونس تنقل على حالها في المكان مع احترام اختصاص ترابي والنزاع الثاني النزاع الثاني هي النزاع الثاني هو الانتخابات البلدية وبقدرة ربيحة الانتخابات التشريعية تولي نزاعات الترشحات تولي مع السطل على التونس واضح ولا يضافوا إلى ذلك فهم اختصاص آخر موجود في الدستور الفصل 142 السنف الثالث هذا مستحدث إذن علنا السنف التقليدي الانتخابي وهذا يبدو القضاء الليدر في جميع النزاعات المتعلقة بالتناجع والاختصاص واضحوا إلى القضاء ووضحوا إلى التقليدي التي تبحثوا إلى مدينة بين المنزوع الاختصاص بين الكوليكتف الركائز والمشارب الوطة التالي مثلاً لنزاعات التي نحتاج إلى الانتخابه هم شعرت مع المنزوع على tres niveaux بخلاف الدولة وفي نسبة كل من المنزوع المنزوع والمنزوع والمشارب الانتخابه كيف نحن في فرانتخابه تنتخبه وعن البلدية وعن الجيه وعن الإقليم لذلك النزاعات اللي بين الكوليكتفيته اللوكال وبين السلطة المركزية والجماعات المحلية إذن مشكلة في الاختصاص من هو مختص بلدية والإقليم والجهة وإلا ما بين جماعة محلية ومع المركز القاضي الإدالي هذو ما الثلاثة كتل اللي ترى بلوك دي كمبيتنس تنظيم الخضاع يكون امرأة لتنظيم السياسي كان عندنا تنظيم السياسي هو بورجيب أخذ برشا من النظام الفرنسي توتون سينالون اللي في فرنسا ما بدأت لمركزية في القضاء الإداري إلا عام 1953 وبدأت لمركزية الفارعية إلى معمين تيران 1985 لذلك فما شنقول انا فما دي ما سيرولة تاريخي لذلك النسق متاع الدوائر الانتخابية الدوائر الجهوية الإدارية فرضها نوعا ما الدستور وعزل بها النسق الانتخابي البلد أنا بالنسبة لها النصوص ما تتقلقش والإيرادة والنقاس بالتجاذبات ما تتقلقش الفلوس راهوا بشت بوركريتية ستين قاطع شهرية الواحد يزوز ملاي مئة وعشرين حاو نقول شهرية الواحد تستمعتن دينار ويجبك زوز كراهب ويجبك بانياه ويجبك موبيليا معناها واحد يكون أنا جيبانش سي ريزونابل وانا حنا المفهوم الريزونابل المعقول أنا نحبها برشة و دونك يظهر لي معناها فهم نوع من التوازن بينما نطلبه فيه وما نطمح إليه كتوانسة وكمجتمع مدني وكجيهات شرطوه ما اللي فرحلهم أنا وما بنى لإمكانيات عندي روح انتماء كبير رابارتشة التونس والقضاء اللي داري أنا نقول لك القضاءة اللي نعرفها طوال شدود ما نعرفهمش هذو من الستين على الأقل اللي مزالوا اللي عنده مسئوليات رؤساء الدوائر أصحاب القرار معناها تقريبا اللي متع شنين أخرين نعرفهم الكل نقول لك بشي أثر عليهم تجادة وبات سياسية يبطى شوية في الهرط أنا نمن بحاجة لكل كولتور فكل السيون عندها كولتور أقولنا في المحكمة الإدارية شربنا ورضعنا ثقافة الاستقلالية أو الحياة والمسلحة العامة شربناها من وقت بورجيبة واخذناها من أبائنا اللي هما مؤسسو المحكمة الإدارية وبالرغم من أن مؤسسو المحكمة الإدارية هما من المدرسة البورجيبة لذلك من بابي ما حبيت نقول اللي الوضعية تكون أسهل برشا للتواصمة على الاستقلالية وإبداعات القضائية وتدعيم دولة القانون في المحكمة الإدارية لذلك ما يقلقني أنا بارشا ما عندي ثيقة في الشبيبة اللي خليتها والتجاذبات أنا نجم ونقول لك أنا نكون نخاف ونقول لك من مسألة الاقتصادية والجهوية أكثر تأثرك من التجاذبات السياسية والتجاذبات السياسية أنا أراها حسب منحها الوضع السياسي التونسي اللي ماشيا وتنقص جي كوني أنبو المناخ وتضاريش للوضع السياسي في تونس قاعدة السخانة تنقص برافور ما بين 11 وفترة الترويكا وتاو موسيقى ومهما اختلفت الشعوب والثقافات فهم نوع من السيرورة والحتمية التاريخية بما معناه أنه بقدر ما كانت تاريخيا تقريبا كل التنظيمات السياسية والدول مبنية على النظام مركزي ومنبعد أسباب المعينة موضوعية والبعد آخر الذاتي الذاتي فرضا نوع من الاستقلالي عندك النظام الفيدرالي اللي هو أقصى أقوى برشا من النظام المركزي كنت شوف مثلا ألمانيا ولا الولايات المتحدة ولا الكندا تقريبا 80% من القرارات التي تأخذ في مقاطع ولا ولاية تقريبا تقررها الجهات وإلا أننا مشكلتنا مع النظام الفرنسي وردنا نظام إداري بتاع دولة موحدة مركزي باش يجي فترة ما ويتكسر بالضرورة نتيجة الديمقراطية والحريات وخصوصات الجهات في تونس جاء جاء وفوري ضاء ينصر الطبقة السياسية والنظام السياسي في تونس بن علي وبرجيبا تبناه وزاده أفرطه في المركزين الديمقراطية تفرض وعادة أشياء من الحكم الرشيدة والحريات والنظام اللامركزي حريات الفردية معناها الأفراد وعلى مستوى الفضاء الحريات هي اللامركزية حتمية تاريخية بستير المسألة هذية لكن توقع كما يقول ماركس ليسيكال فما رواسب متاع ثقافة المركزية اللي هما يدعو عليها شكول فما جمعة اليمين بالضرورة خاطر شكشك البروغرسيست وليشان دي غوش هما كميليت دابانتاج دو ديسنتراليزاشن وفما دونك تود روات وفما نحن يضاف لها مارد التونسي خستوري تجمع دستوري اللي هما جمعة تجمع القدم هما الأكثر تردد في التعجيل باللمركزية لكن في جميع الحالات يا أستاذ كنترال بوليتيك سنتراليزاتور طالما وحلة المنجل في القلة ما كتب في الدستور باقي كل سياسة ومزايدات رغم أن يعرف القانون والسياسة ما كتب لهنا ملجمون للكافة تي مهما وقع تأجيل أمر انزال الدستور وتنزيله في القواني قالوا لاتن دورالكس سيدلكس دورة للالوى دورة للالوى دورة للالوى دورة للالوى نحن نجمع في بعض القرارات خاطر القانون هو بشي قل لك هذه تابعة البلدية والموشلة دونك انترام دو دجري ما انترام دو ناتور هذي الهامش الأولاني اللي عندهم والهامش الثاني التوخير في الزمن والهامش الثالث هي إضعافها ماليا والعمر الذي سيكون محدد محدد هو أهم قانون لي اللي pour juger de la sincérité du pouvoir politik surtout du pouvoir legislatif هي القانون تاجمعات محلية البشيخ أنا نجمع القضاء الإداري والناس اللي عرفوا القضاء الإداري اللي كان والله بكل توضع جاءوا الكنسايد ما دراكا اللي من أكبر المؤسسات القضائية في العالم الكنسايد اللي تولدت مع نابوليون المؤسسات القضائية في عام 19 عام عند أكثر من قائز جاءوا مواقف قضائية وحكام المحكمة الإدارية قالوا كيفاش نجمتوا وخرجتوا هذا واحنا ما زلنا موصلوش القضاء الإداري بطبعه مع الحريات الفردية ومع المواطن في ظل عدم التوازن الثابت واقعا وقانونا بين المواطن والإدارة لذلك حتميا سيخدم كل ما هو ويساعدوه على إعلاء درجة اللي مركزي عملنا حاجة في تونس عندنا مجلس على القضاء يلم ثلاثة عقضية القضاءة الكل القبائل الثلاثة الماليون والإداريون والعذليون عندهم تركيبة فها 45 بشر مكترهم قضاء يقعدوا ويتبادلوا لذلك بالطرورة بشي أثر بشي أثر وبشي نعطيه النوع من القوة أكثر للقضاء خاطر مش كما تبدأ احنا مثلا مئتين قضي يداري عنا مجلس لعلى وحده مش كما بدأوا ثلاثة مجال سعولية ريمنيره بشي أثر بشي تزايد قوتنا عزيزي اللي عنا شخنا باللهي كلنا مجلس لعلي هو الثلث خاصة الجميع عيون خبراء المحاسبون خاصة المحامين حتى إذا كانت صار ضغط علينا بقودة ربهم ومشعونونا اذا أنا متأكد اللي القصوة القضائية تزايد تقوى خاصة المثل على القضاء بشي نقص من صلاحيات بعض القضاءات الثورجيين الذين أردوا أن يؤبدوا نظارتهم قبل الثورج عشان يوجد الكثير من الانتائلات في القاعة لكن الثانيات المسيحة في الدراء الشماء وأنا ديما نقول لهم نقارنه هذا في الانتائل يجب أن نقارن لكي نقارن أنا نقول لهم قارن هك وقارن هكا وقارن هكا وقارن هكا قارن هكا في العالم العربي الإسلامي لا يتقارن الأشياء قارن هكا مع أفريقيا السوداء بعض عليهم قارن هكا مع أمريكا الجنوبية رأوا الحواد كتير معناها زلزال متاع فساد وزلزال سياسي شوف توسك في مثلا كل شواء خاصة كولومبيا والبرزيل وكي تشوف هكا شوف أوروبا الشرقية رأوا في عديد المجالات وضعيتنا خير بكثير من عديد الدول متاع أوروبا الشرقية رغم الفلوس العشرات الألف متاع المليارات اللي هبطتها الأنوية أوروبية شوف توكي نحكي على بلغاريا والرومانيا والبولونيا والأوكرانيا والأوكراني والأوكراني أتمنى أنني مع بعضم من المجال وعنى من المجال والأوكراني وعنى الثلاثة الزمانات في تونس حيث يطلقون ونشتوا وعنى الثلاثة الزمانات حيث يطلقون وعنى الثلاثة الزمانات أهل الشباب اشتركوا في القناة